السلام عليكم و السلام Wolf taking care. و السلام عليكم في برنامجكم السلام يا رحمة الصباح المنصور . السؤال الفئول هي فعله هاذ البارئ هو الذي يبرئ او لا؟ البارئ هو الخالق هو الله الخالق wybare what innewe life is the dog Birdies Nип стuriatingME حشرة و لانه هو الخالق البارئية فانحنا البشر بني وده قال سبحانه وتعالى سورة البينة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ولك هم شر البرية. وبعدين ان الذين امنوا عمل الصلاحات ولك هم خير البري. فالبرية يعني الخلق الذين يعني خلقاهم البارئ جل وعلا. حكاية ابرئ يعني من التبرئة يعني كما قالت امرأة العزيزة ونفسي ده موضوع تاني. وبرضه حكاية تبرئه الاكمهة عن المسيح عليه السلام يعني بمعنى تشفي اذا بقى ده يعني معاني مختلفة. السؤال التاني. بيقول ايه? انا عارفة طبعا الكلامنا مش هياجب حد بس يعني احنا بنرد بحقائق. بيسألني بيقول لي يعني انت تدافع عن اسرائيل? مع ان اسرائيل تعذب الاسرى الفلسطينيين. شوف نحن نعلن هذا ونؤكده ونكرره. نحن ضد المستكبرين في الارض. نحن ضد اكابر المجرمين. سواء كانوا في اسرائيل او في مصر او في امريكا او في اي بلد. ونحن ننتمي الى المستضعفين. سواء كانوا في فلسطين في اسرائيل في مصر في اليمن في جنوب افريقيا في اي حد. نحن انتماؤنا للمستضعفين. نحن مع العدل ومحقوق الانسان. نحن مع كرامة الانسان. اما بقى التعذيب بين اسرائيل المستبد العربي. انا هقول لك. يعني وانا بجيب الكلام ده من الانترنت يعني. بقول لك يعني يقبع في اسرائيل 12 الف اسير عربي من لبنان ومصر. منهم 42 اسير مضى على المحتل اكثر من عاما. ومية طفل ومية وعشرين امرأة. ومات مية واحد ومية انتعة التعذيب. وقال لك عن التعذيب. وده برضو انا بنئل اللي موجود. يعني ده اقوله رأيا. انا الرأي حقوله بعدين. اقول لك التعذيب ممنوع وفق القانون الدولي مطلقا. ودون اي استثناء. طبعا ده يعني ده اسلامي. فيش فيه تعذيب في الاسلام. على الاطلاق خاصة بقى تعذب واحد بريء يعني. وتحت اي ظرف الظروف من الظروف. وبعدين فيه بقى طبعا اتفاقية مناظر التعذيب. وقواعد نيرسون مندلة. قواعد ام المتحدة. وبروتوكول اسطنبول. في الى اخر الكلام يعني. وبعدين اكرت المادة رقم اتفاقية مناظر التعذيب انه على كل دولة طرف ان تتخذ اجراءات تشريعية وادارية او قضيات فعالة او اجراءات الى اخره. وبعدين بقول بقى فيما يخص اسرائيل. اسرائيل لم تسن حتى اليوم اي قانون يمنع التعذيب. ده بقى ولك يتيح لمحقق الشاباك اللي هو الجهاز الامن هناك في اسرائيل. استقلال هذا في ان هما يقول لك يعني احنا بنحقق باساليب خاصة builders انisión قانونية، اللي بكتب ان اقولك او نзаجر الانسرة الخاصة هي تعذيب. بس يمكن مش بدرجة تعذيب اللي هو. لكن يو insign ashumshhin ان نتجى عن ذلك قتل ناس. نحن نرفض هذا. نحن نرفض هذا. ولكن الأخر اللي يسألني أنت تكيلوا بمكيالين لا يا أستاذ أنتم الذين تكيلون بمكيالين ليه ما الذي يعذب أكثر أولا إسرائيل حين تعذب لا تعذب مواطنيها ونما تعذب من تعتبرهم عدوا لها وتتهمهم بالإرهاب صح أو غلط لكن المستبدة الشرقية لا كان في مصر أو في أي بلد من كوكب المحمدين يعذب أبناء بلده لكي يعني يجثم على صدورهم يعني واحد زي السيسي لكي يسرق كما يشاء ولكي يتنازل عن مصر عن أملاك مصر في الدزرتين وفي البترول وفي الحكوم البحر المتوسط وفي ماء النيل ولكي يستدين يعني ماء يعني السينوء بحمله الأجياد القادمة لكي يفعل هذا كله وفي مأمن لابد أن يقرى المصريين وبالتعذيب فيش في حاجة أكتر من كده ظلم طيب انت برا ما تتكلم عن اسرائيل بتعمل ايه في غير مواطنين ما تتكلم عن السيسي بيعمل ايه وبعدين السيسي يعني أنا قلت في مقالة يعني تمخض جبل عبد الناصر فولد فقرا اسمه السيسي عبد الناصر هو أول واحد بلع التعذيب وهو من أحقر مخلوقات الأرض عبد الناصر كان يتمتع بشعبية لا مثيلة له الناس اللي كانوا حكام زمان كانوا أقل جماهير الشعب واكلت عبدت عبد الناصر وأنا نشأت طبعا لما جاء عبد الناصر كان عني ثلاث سنين ونص نشأت أعبد عبد الناصر يعني أيام الجاهلية بتاعت وأنا في شبابي إلى آخر لغت لما مات سنة السبعين يعني 99% من الشعب المصري كان يعبد عبد الناصر إذن ليس محتاجا عبد الناصر إلى أن يعذب أحدا لكن الذي حدث هو بقى اختار أن يعذب الناس اللي هما يعني سلبهم وغلبهم اللي هما بتوع المجتمع القديم اللي هما الصفة اللي كانوا زمان عذبهم بدون داعي و يعني أطلق عليهم بقى حمزة البسون في السنج الحربي شبابا لما يكون فيه سنج حربي يضع فيه المدنين ويقتلون ويدفنون في الصحراء مصر الجديدة أو صحراء العباسية من مدينة مصر إلى آخره ولم يعرف هذا إلا بعد أن جاء السادات وعازي لطف صمة عبد الناصر فسمح لمن كان يعذبه في أن يتحدثوا فالناس عرفت بعض ما كان يحدث لكن هنا واحد يعذب بدون داعي بدون أي حاجة ناس لا تشكلوا خطرا عليهم وهم كممكن حطوهم في السجن وشطهم وهم خطبوا عن أموالهم وصدر أموالهم إلى آخره كممكن يعني معزولين سياسيا كما كان لكن لا يعذبهم أيضا وأصبح التعذيب هو أساس الملك من أيامها لغاية دلوقتي فأنت حين تقال يعني يعني تتحدث عن التعذيب في إسرائيل يعني وتنسى التعذيب اللي في مصر اللي هو شعيرة متبعة وأصبح بقى من مهام ضابط الشرطة أنه يعذب من يشاء ويتقذ ذلك كحرفة يتكسب به أنا واحد تاجر ومعايا فلوس بدي فلوس لضابط الشرطة وقل له خلي بالك من الجدع ده فيجيبه ويعلقه إلى آخر يعني يعني بدل أن تنظر لإسرائيل أو تنظر لأمريكا أو تنظر لكذا وكذا انظر لما يحدث في بلدك أولا استنكر ما يحدث في إسرائيل لكن استنكر أولا وأكثر ما يحدث في بلدك برضو نفس السؤال بيقول لي لماذا تتجاهل قتل المدنيين بيادي إسرائيل نفس الحكاة منقول نحن ضد قتل المدنيين يعني إسلاميا الأسير لا يختل وإحنا تكلمنا في كده كتير وحنتكلم فيه كتير لكن واحد مساهم تقتله وما نقتل مؤمنا متعمدا فجزاه دعالنا مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعناه وعد له عذابا عظيما ده فيه قتل مؤمن لكن عندك أبو بكر الزنديق لما عمل الحروب الفتحات بتاعته قتل ومن جاء بعدهم قتلوا اللي هم الخلفاء الفاسقين كلهم قتلوا ملايين من الناس معظمهم إما كان يعني كانوا دافوا عن بلدي ناس أشراف دافوا عن بلدهم واحد معتدي أو ناس غلابة ضاعوا في السك إلى آخر لكن هو هنا بيقول لي يعني أنت وليه كلامه قول لي أنت نسيت اللي عملته إسرائيل في مسبحة دير ياسين و مسبحة دير سالم ومعرفش إيه طيب ماشي أنا حنقل اللي موجود على الإنترنت بقول المسبحة دير ياسين عملت إبادة وطاض جماعي نفذات إسرائيل في نيسان 1948 في قرية دير ياسين وننفذتها مجموعة الأرجون إلى آخر وكان معظم المجزر المدنيين منهم أطفال ونساء وعدزة ويتراوح تقدير وعدد الضحايا من 250 إلى 360 حسب المصادر الفلسطينية والعربية والمصادر الغربي ومعن برضو مسبحة كافري قاسم في 1956 29 أكتوبر رحض عهدت 29 مدنيا منهم 23 طفلا إلى آخره وحاولت إسرائيل بقيادة بن جوريون التسطر على المجريمة ومنع مش عارف إيه ومنع نشرها إلى آخره وبعدين بعد كده إسرائيل اعتذرت عن هذا سنة 2007 على لسان شمعون بريس طيب إحنا دلوقتي بنقول إيه بقى إيه هم الضحايا دول كم واحد قال لك من 250 إلى 360 ماشي والجماعة بدور كفر القاسم بقول لك 49 يعني 400 والألف يا جدح تعالي بقى يا كبتة تعالي يا حبيبي تعالي المسبد العربي قتل كم كم واحد من أبناء بلده اللي هو وظفته أن يحافظ عليهم مش أن يقتلهم أنا بتحدث عن مدنيين مدنيين لا ليست هناك حاجة على التقل أن تقتل مدنيين أنا ها هقول لك مسبحة ربعة اللي دخل بها سيسو حكم وبدأ به اتقتل فيها كام اتقتل فيها كام مسبحة استاد برسعيت اتقتل فيهم كام المزابح مسبحة مسبيرو يعني المزابح التي قام بها العسكر قبل ما يصل السيسي كام بلاش كده الحروب التي دخلها عبد الناصر وغرر بالجنود المصريين وسبهم تقتلوا مرتين سنة ستة وخمسين وسنة سبعة وستين الناس دول مش لهم زنب زنبهم على يد مين على يد اللي بحارب اللي هو كذا كذا الزارات يسرق إلى الحرب فأهلا وسهلا الناس الذين قتلوا في عهد حسن مبارك في كرداسة وغيره 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 يعني العسكر العسكر الحاكم في مصر قتل في نظري ما لا قل عن مليون مصري سواء في حروب هبلة عملها عبد الناصر مع اسرائيل وفي اليمن أو قتل المصريين جو بلدهم المعارضين أو غير المعارضين إلى آخره طيب حطوا دول بقى على كم واحد قتلات المصريين من المدنيين كم يعني قول انهما حتى بعد كافر قاسم وديرياسين في الحروب اللي بتاح باسمناهم من غزة اجمع العدد كله سيطلع 2003-45 ايه دول بقى بالنسبة لما تزارت ربعة ومتزارت النهضة ايه دول وحنا قلنا بقى ان اسرائيل بيدول عدو لاسرائيل وبتتهموا اتهمات صحيحة باطلة إلى آخره لكن انت بتعتدي على ناس ابرياء وبتقتلهم انت بتعذبهم انت السجود المصرية الآن مليئة باطفال يعذبون ومليهمش زن بقى مجرد ان هو لهم اخ برة او قريب برة بيعارض وبيقتلوا في اختفاء قصري قول لي كم واحد قتلهم يعني السيسي في سيناء من الجنود المصرية المذابع التي تحدث ليه السينوية المصريين كم محدش بتكلم عن كده ولا حد بتنبع كده انتوا قاعدين تتكلموا عن اسرائيل ده الدم الفلسطيني غالي جدا بدليل بقى انه كل الكل بتكلم عنه لكن الدم المصري رخيص جدا ومش الدم المصري بس الدم اليمني قول لي بشار اتل كم واحد من السوريين قول لي ابو حافظ الاسد في مسبحة حماو ومسبحة حمص ومسبحة حلب اتل كم الف وبالدبابات قول لي صدام الذي قتل في حلبجة بالغاز السام من الاكراد مئات والاف من النساء والبناء والاطفال الى اخره في الدجيل قتل كام قول لي القذافي قتل كام من المعارضين بتوعه ولما قتل الناس منع انهم يدفنوا وظلت جثتهم في العراء حتى تعفنت قول لي العشرية السوداء في الجزائر لما الجيش قام برفض للانتخابات ووصول الاخوان للسلطة فبعد كده بقت العشرية السوداء وكانت فرصة للجيش بقى عشقات ريئة للناس الفلاحين الغلابة وياخد اراضيهم قتل فيها كام قول جماعة بتوع الحقراء حكام السودان من اول ما اتحكم السودان وانتفصل عن مصر عملوا كم مسبحة بالنسبة في جنوب السودان وبعد كده في دارفور ونتج عنه طبعا انفصال جنوب السودان وحاليا يعني السودان سيتقسم حروب اهلية كلها يدفع ضريبتها المدنيون الغلابة يعني هنقول بس نقول ايه يعني مدن ما تذكر لألف ألف وثلاثة ما يجوش في ضحايا يوم واحد للمستبد العربي او المستبد يعني عندك بقى الجماعة بتوع باكستان والجماعة بتوع افغانستان قول وعد يعمل الاخر قول تفجير المساجد قول تفجير المستشفيات في اليمن وغيرها الى اخره يعني ماذا نقول هل نتجاهل هذا يعني اه طبعا كما قلنا نحن مع المستضعفين في الارض مع حقوق الانسان مع حق الحياة لكل انسان بريء بغض النظر يعني عن الزمان وعن المكان لكن يعني تركز لي على اسرائيل وتنسى ما يحدث في داخل كوكب المحمديين وتيجي تقول لي انا الذي يعني اقيس او اكيل بمكيالين يعني لمو اخذ يعني لمو اخذ شكرا وعليكم والسلام